السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بنت لالانجية. فهد الفيديو اخواتي كيف طلبتم مني قد نشرح لكم هاد الموديل هذا ان شاء الله. والتطبيق يكون من الاحسن على التوب انا اشرحه على البطرول لان التوب عندي ابيض. نسبة لنوع دي التوب لولا. اه كين بسف دي الانواع اللي ممكن تطبقه فيهم هاد الموديل هادا اه كريب روزا واحد النوع اللي كيكون شوية سميك. الدرس اليوم قد يكون هاد السرول بالضبط. يعني نفس هاتشكل في السحاب وفي كدلك اه البنضة في الحزام يعني خيط المضة دي. بنسبة التوب كنحتاجو ثلاثة متر ديال التوب. وهذا هو التوب اللي عندي. اه ماشي لولا مية في المياه يعني هاد النوع هادا. تقريبا كيشبه الكريب من كرش. وتقريبا بحل الفيسكوز اللي فاهمين في التوب. اه كن اعتدري لما طبقت لكم شعل التوب مباشرة لان عندي التوب لون ابيض. لو كان النفسي لون اخر كنت نطبق لكم مباشرة على التوب. لان هاد الموديل مكيحتش بطرون. ده على بركتي الله اول حاجة غادي نديرو هادي نحددو واحد سنتيم نحتفظو به القيمة ديال الخيطة اللي هتخيط هاداك السنتيم هتخيط مع الحزام. ومن بعد هاداك السنتيم كنحسبو طول ديال الموديل. طريقة كيفاش ناخدو من يعني الطول ديال السيرويل كنناخدوه من خط الحزام. من هاد الماكان هادا كنناخدوه. ففي الاخير ره ما غاديش يبقى في نفس البلازة. مني غادي نزيدو اللي هديك البنطة. ما كسباش ما كيكونش السيرويل طالع. صافي كنحددو الطول بالنسبة للطول انا هنا الموديل ما كنضيفش آآ طول ديال السيرويل. ما كنزيدش القيمة ديالتش طيبات. كنحط هادا الطريقة فقط. بعدها نشرح لكم علاش لاناني حطينا الطول ديال السيرويل ما نقصناش منه قيمة البنطة. كنحطو الطول وكنزيدو عليه البنطة. ثاني حاجة كنناخدو دورة ديال الورك. او للحوض الدورة كاملة. بالنسبة لي كنناخد السنتيم مضبوط على الجسم. يعني السنت لاسق على الجسم. نقسم الدورة على اربعة. كنحط الربع. زائد. من بالنسبة لكم ممكن تزيدو اربعة سنتيم اللي كتقطع في السورجي. اولا اللي كتتخيط كتر من سنتيم. اولا الشخص بغاء السيرويل يكون مريح كتر. تحطو الربع زائد اربعة سنتيم بالنسبة لي هنا احطيت الربع. وغدينضيف عليه ثلاثة فاصلة خمسة. يعني بغيت الموضيل يكون نفس هذا اللي كتشوفه في الصورة. اربعة سنتيم راها كتجي تقريبا نفس الموضيل اللي شفتو معايا في الصورة. على حسب انتو مش حركة تشد في الخياطة كي اللي كياخد كسر من سنتيم كي اللي كيقطع في السورجي على حسب. صف حطيت الربع زائد ثلاثة فاصلة خمسة. كيف قلت لكم ممكن تضيفو اربعة سنتيم. على على الربع. ومن بعد اخواتي غادي جايوا اللي هنا اياه ونحسبو طول الوراك. كنحسبو من هنا لنا. طول الوراك لجميع الاعمار هادي قاعدة كنحسبو الطول دي الوراك زائد اربعة سنتيم. اذا كان الشخص آآ باديين يعني زايد وزنه كنحطو الربع زائد خمسة سنتيم حتى ستة سنتيم. وباختصار اللي بغا تختصر بالله ما تحسب آآ المقاسات المتوسطة او الناحيف او شخص العادي اربعة وعشرون اما الشخص اللي كيكون باديين خمسة وعشرون او ستة وعشرون اللي كنحطو له. والافضل تكون ستة وعشرون بالنسبة للشخص اللي كيكون باديين يعني زايد الوزن دياله. بالنسبة الاطفال انا شرحت لكم الطريقة كيفاش كتتاخدو طول ديالوراك وتزيدو عليه اربعة سنتيم. بالنسبة لهاد المقاس هدا مقاس متوسط يعني عادي الشخص آآ حسبت اربعة وعشرون. ونفس هاد القيمة هادي هي نفسها اللي غادي نزل بها. فهد النقطة اللي حدد. هاد العدد هذا كامل هو نفسه. بعدين حطوه هنايا. باش يكون عندي واحد المربع. بعد الجياكة تساوي هادي. نفس القيمة. سوف اغدي نرسم واحد الخط باش يكون واحد المربع هنايا. هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي. صافي من بعد اخواتي هادي نجو نحسبو دابا. كيفاش نحصلو على حردة السيروال هذك القيمة اللي نخرجو بها لكل شخص. كنناخدو الدورة ديال الورك. سنتيم مضبوط على الجزل. هادي طريقتي. وهادي قاعدة بالنسبة لجميع الاعمار. كنناخدو الدورة ديال الورك. مقصومة على اربعة وعشرون. الخارج اللي اخرج لكم كتحطوه كما هو. بالنسبة اللي بغيتو تختصروا. المقصة العادية كنحطوه اربعة سنتيم او اربعة فاصلة خمسة. بالنسبة لشخص زايد وزنه الافضل نخرجو بستة. والافضل كيبقى احسن حاجة بالنسبة لشخص اللي زايد وزنه يعني البادين او السامين. انكم تبقوا القاعدة اللي اذكرت لكم. اه الورك مقصوم على اربعة وعشرون. الخارج اللي اخرج لكم ولا تحطوه. من الاحسن. بالنسبة لشخص اللي زايد وزنه. مقصة العادية اولى شخص نحيف. عادي ممكن تخدمه باربعة سنتيم وتخرجو بها او اربعة فاصلة خمسة. بالنسبة للصار. كنقسمو هاداك العدد وكنضيفو عليه سنتيم. بالنسبة الكبر ما كنضيفو والو كنحطو العدد كما هو. هنا باش نرسمو اخواتي هاد حردة السيروال ممكن ترسمو باليد او ترسمو بالفيروكي هاد المسطرة هادي. كنبدو نطورو المسطرة حتى كنحصلو. على الشكل اللي بغيناه ما يكونش داك الموتلات اعرض بزاف يكون بهاتشكل هاد يجي مقوس بهاتطريقة. تقريبا امني كنخرجو باربعة سنتيم تقريبا انك تعطينا آآ آآ فتاك المسلس اتنان. بالنسبة لهات السيروال غاد يكون آآ السحب والخيط المطاطي. نسبة للسحب كيبقى اختياري لما بغاش دير السحب يعني مش ضروري. لكن هاد شكل هادا هاد الموديل كيبغيوا بزاف آآ رجال كيبغيوا هاد الموديل يعني السحب زائد البندا دي السيروال. ومن بعد اخواتي غادي نجي وناخده. طول الركبة. كناخدوها من خط الحزام. ما كان ناخدوش بنسبة للحوض كيفاش حصلوا عليك ان يكون مقابل مع هاد المكان هادا بنسبة الاطفال لي ما عرفاش كيفاش تحدد نقطة دي الوراك. الطريقة دي الوركبة ما كانتوش ركبة دي النا كتبقى عادية جدا. يعني كتاخدوه من الحزام حتى الخط دي الوركبة عادي بطريقة عادية يكون شخص واقف ما يتنيش ركبة ديالو. هاد السانسيم اللي حصفتنا بيه ما كنحسبوش يعني ملغي. ووادي نحسب من هنا من هاد النقطة اللي حددت. نحدد النقطة ديالو ركبة. صافي عادي نحسب دبال خط ديالو ركبة هو هاده. ومن بعد خط الركبة غادي جيو نقسمو هادك العدد اللي عندنا في خط الورك. هاد القيمة كاملة. يعني الربع زائد ديالقيمة اللي خرجنا بها. هاد القيمة هادي كاملة كنقسمو على اتنان. نحددو واحد النقطة وكننزلو على طول السيروال بنفس القيمة اللي حصلنا هاليا هنا يا كننزلو بها على طول السيروال. باش نحصلو على واحد الخط في النصف ديال السيروال. وهكده كنبدو نحطو المقص. نحطو النصف من هالجيه النصف من الجهات الثانية. هلينستمر بوضع نوقات يعني بهالطريقة حتى تنوصل للاسفل السيروال. نسبة الطيه ديال اسفل السيروال اللي بغات هديك الطيه تكون عريضة. ممكن تضيفوه على الطول تزيدو اربعة سنتيم. طول السيروال زائد اربعة سنتيم. بالنسبة لهذا القيص اللي احتاج طول زائد البنضة عادي يكون عندي ما بين سنتيم ونصف او سنتيم. اللي ما عنداش ميسترة ممكن تحق ترسم النوقات بهالطريقة غير بالسنتيم. سوفي ارسمو واحد الخط هنا ايا في المنتصف ديال السيروال. وهد الخط هو اللي عم بدون نقسم عليه العادة. سوفي ومن بعدها دي نجيو لناخدو الدورة ديال الركبة. احنا كيف شرحت لكم ما دي يكون عندنا واحد السحب. صفي اخواتي ده بادي لناخدو الدورة ديال الركبة. كنناخدو السنتيم مضبوط على الركبة. نفس الطريقة اللي شفتيني كيكون السنتيم مرتاح ماشي مزيير بسف. ماشي مرخوف يكون بهالشكل هادا اللي شده بيه انابق السنتيم. يعني نفس الطريقة. بهالطريقة هالي باش يخرج لكم الموديل كيف ما شفته في الصورة. كان ناخد دورة ديال الركبة كاملة مقصومة على اربعة. علش كنقسمها على اربعة لاني عندي واحد الخط المتصف ديال السيروال كيف لاحظو معي كنحطن الربع هنا والربع ثاني في الجهات ثانية. اما الاقسمتو على اثنان هاتي تلاحظو معي كيفاش غادي يكون. يعني ما عادش يكون مزيان غادي يجينا السيروال اعريض بالساف. الى قسمنا على اثنان. افضل انكم تقسمو على اربعة وتتبقو نفس الطريقة اللي كان اعطيكم را كي يخرج الموديل كما هو. قد ناخد دورة الربع ديال الركبة هو هذا. كان حتى الربع في الجهة هادي. والربع الثاني. الربع زائد واحد سنتيم ديال الخياطة. وبقي نزيده في الخلف. نحط الربع في هات الجهة. الربع زائد واحد سنتيم ونفس القيمة هي اللي غاد نحطها في الجهة الثانية. يعني يا الربع زائد واحد سنتيم. كذلك بالنسبة للجهة الثانية. باش يخرج لي نفس الموديل. يعني نفس الموديل اللي كتشوفه معي في الصورة. ربع الرقبة زائد واحد سنتيم. كنحط الربع في هات الجهة. زائد سنتيم. والربع في الجهة الثانية. يعني نفس القيمة هذي اللي عندي. هي نفسها. بدك زيادة اللي زدنا واحد سنتيم. هي نفسها. كنحطوها في الجهة الثانية. نجد بالأسفل السيروال. بالنسبة لأسفل السيروال. حسب الرغبة ممكن يكون عشرين سنتيم او تمانية عشر. وما انني غنطبق لكم نفس الموديل. فغضي نحط تمانية عشر. يعني نبقي في الخلف. غضي نضيفه قيمة دي الخياطة. يعني تمانية عشر مقصوم على اتنان. اسفل الموديل. ماشي بحل الركبة وماشي بحل الحوض. ايه تمانية عشر ردي نقسم على اتنان. نحط نصف الجهة والنصف الجهة الثانية. طريقة كيفاش نحصلو على دورة دي الاسفل السيروال. كن اخدوها من اعرض ما كان ما كن ناخدوهاش من الجهة الفوق كن اخدوها من هنا. كذلك بنصف يعني نفس الطريقة بنسبة للمعصن بحل السيروال بحل اليد. يعني الى ما كانش توب كيتمدد فضروري نحط ناخدوه من اعرض آآ ما كان. كن ناخدوه من هنا يا بنسبة للرجل كن ناخدوه من هذا المكان. اذا كانت توب كيتمدد. او مثلا في ازرار او في سحاب. الى ما كانش فيه كانت توب عادي كان ناخدوه من اعرض آآ مكان. اللي غد دخل اليد دي النا او للرجل دي النا. نعطيتكم مثل باليد. كن ناخدوه من هنا يا اولا من المعصن. الى كانت توب كيتمددد كيف حالي شرحت لكم بلا ما نطول عليكم. طفي هنا يا اخواتي غد نحط آآ قيمة اللي اختارت اللي هي تمانية عشر نقسم على اتنان. انا نحط الربع ما الجيهة والربع في الجهة الثانية. نسبة للعرض كيخرج لكم آآ تمانية عشر كتخرج لكم هاد العدد هذا. الى حطته تمانية عشر كيبقى لكم هاد القياس. لاش? لان قيمة دي الخياطة آآ مشال لنا اتنان سنتيم كيبقى خياطة في فات الجيهة واحد سنتيم والجيهة الثانية سنتيم. كيبقى ستة عشر اللي بغى تزيد كتر ممكن. يعني ممكن تحطو عشرين سنتيمين بغيتو الوسع اكتر من هديك القيمة. سفيك الربط دابة النقطة دي الاسفل السيروال مع خط الركبة. الى لاحظة في اسفل السيروال ما ضفناش قيمة دي الخياطة حتى الخلف عاد غدي نضيفو قيمة دي الخياطة. ومن بعد رسم انه نربط النقطة دي للركبة مع النقطة دي الحوض. بهات الشكل هادا. وكي نجيو اخواتي لهاد النقطة هادي. وكي نخرج بنصف سنتيم وكي نرسم واحد الخط بها الطريقة. نفس طريقة بنسبة للجهة الثانية. يعني خارج دي السيروال في الجوانب. وكذلك في الداخل دي السيروال. خط الركبة كنخرجه بنصف سنتيم. الرسم بها الطريقة هادي. نربط هاد النقطة دي للركبة معه. تقوير دي السيروال. ونفس الطريقة اللي درناها فاتجية كندروه في الجهة الثانية. نخرج بنصف سنتيم وكي نرسم بهات طريقة. زيادة غادي سكون في الخلف ان شاء الله. ونكونوا رسموا الخلف. غادي نضيفه قيمة دي الخياطة. صفي هنا يا غادي نقطع دي بالسيروال. وهنا وانا كان آآ نقطع تذكرت آآ السحب القيمة دي السحب اللي غا نخرجه بها هنا يا بنسبة القيمة دي السحب. غادي نخرج هنا يا باربعة سنتيم. كيف اذكرت لكم ماشي ضروري اللي ما بغاش يدير هاد آآ السحب ماشي ضروري. قيمة دي السحب كتبقى بحل الصغر بحل الصغر بحل الصغر بحل الكبر. نفس الحاجة بالنسبة لشخص اللي كيكون عنده. البطن بارز رغم ما كيتحزمش في آآ جهة الحزن كيكون السيروال كيكون السيروال تحت البطن دي اللي يعني كيتحزم تحت البطن. اللي هادا كن نقصو ليه من اتنان سنتيم. حتى الاثنان فاصلة خمسة او ثلاثة سنتيم هالحسب. والافضل تكون اتنان سنتيم كافية اللي نقصو لي هادا الجهة هادي. كن قصد هادا البلاسة هادي كن نقصو من السيروال اتنان فاصلة خمسة كافية. من نسبة للشخص اللي كيكون عنده البطن آآ خارج يعني كبير. اما لك الشخص عادي او لا مسلا ما عندوش البطن كبير. كن نقصو واحد سنتيم فقط كافية. بنسبة الواحد سنتيم كن نقصو حتى بنسبة الاطفال. باش كيكون الفرق ما بين الامام والخلف وحتى في الخلف را غدين تشوفوا معايش حال غدين طلعو. هنا غن نقص واحد سنتيم. وكن نربط هاد السنتيم اللي ننقص بالجنب دي السيروال. ما بغيتش اخواتي نسرع لكم الفيديو باش هكده. استفضوا ما يكونش الفيديو مسرع. غدين ربط هادك النقطة دي الواحد سنتيم مع جنب دي السيروال. ومن بعد غدي نجيل هنا يا نخرج باربعة سنتيم. مكان دي السحب يعني دي السنسلة. كيف اذكرت لكم اربعة سنتيم بالنسبة للكبر والصغر كتبقى نفس الحاجة يعني السنسلة را كتبقى سنسلة ما فيهاش صغيرة او الا كبيرة يعني في العرض. كتبقى الغياس يعني اربعة سنتيم تابيطة. فعدي نخرج هنا يا كذلك اربعة سنتيم. وهدك السنتيم ما كان نقصوش في الجهة الساحب كان حتفضوا به. سفعدي نربط دبا نقاط مع بضياتهم بعد شكل هذا. طريقة سهلة لاتبعتو الخطوات را كيخرج لكم موديل 100% مزيان. نسبة لهذا الجزء اي تقطع لاحظو معي شنو اللي احتفض به. وكان احتفض بواحد سنتيم في الجهة دي الساحب لاحظو معي شنو هدين قطع دابا. سليهن وغادين توقف. سفي من بعد اخواتي نجيب لحددو القيمة ديال الجيب يعني العرض دياله وطول ديال الجيب. نسبة للعرض غادي نحسب خمسة سنتيم. ممكن اربعة فاصلة خمسة كيبقى حسب الرغبة يجيب ديرو القياس على حسب اليد ديال الشخص اه كان طفل او مثلا شخص كبير. او ممكن اللي عندكم دروري غادي يكون السير والف المنزل فنحسبو العرض ديالو والطول ديالو. مكن نحسبش هدك السنتيم. كان جي بتحسد هدك السنتيم وكان حسب سيت تسعة عشر. يعني هدك السنتيم اللي احتفض به. ملغي يعني محسب على الحزام اللي غادي يكون. ونربط هاد النقطة مع هادي. من نسبة للموديل او للجيب ما غاديش نقطع دابا لانا عمفصلو بالخلف. حتى الاخير حتى كنفصلو الخلف قاعد مقطع هادي الجزء هادو. بعد ما حددنا بعد ما حددنا عفوان الجيب. ارجو نقطع دابا هاد الزوائد هادو. نقطع الجهة ديال السحب هنا يا. كيف قلت لكم اخواتي كنحاول نذكركم ممكن تبقوا على التوب. القيمة ديال السحب ركضتوها تبتوها بالدابا بيس وكتصلو الخلف. هنا مباشر نقطع باش تعرفو شنو اللي قطعتو شنو اللي خليت صافي. هنا كيف قلت لكم تقريبا نصف سنتيم هي اللي كاينة. كنخرجوا باون قدو نحاولو رسمو هاد الخط هي اللي كاينة. صافي قطع دابا هاد السوائد هادو. البطرون عندنا واجد. بالنسبة للخلف كنطوي هاد الجزء هادا. باش نفصلو الخلف. وكذلك هاد السنتيم بالنسبة الامام را كنطوي. لان نقصناه في الجهة دي الامام سنتيم نقصناه. اللي شفتو معايا في البطرون. هنا هاد الحفة ما كنحسبهاش سواء كنتو ورسمتو على التوب او لا حتسو البطرون. الحشيرة كنح قطعوها اولى الحفة دي لتوب را كنت تقطع هادي. توب مطوي على ايدنان باش نفصلو الجهة دي الامام. وهنا نحاول نضبط هاد بطرون. يكون محطوط فقط توب يعني قياس بالضبط يعني القيمة اللي كنا نقصناها في الجهة العلوية. يعني هاد السنتيم هاد ما نحسبش. هاد نطوي هادك القيمة باش ما نحسبش هاد السنتيم هاد اللي قطعته. سفين السامر هنا ايه نقطع دي هاد الساوائد هاد ونقصوه. يعني ها نقطع على حد البطرون كيف ما رسمته كيف ما كتشوفوا معايا الموديل. هادي الجهة الامام بعد ما فصلناها. وبالنسبة للخلف كنت ها نحط آآ نفس القيطة عيني الجهة الامام نفصل عليها ولكن آآ لون في اللون ما ما واضحش مزيان لهذا طريس اني نحط لكم البطرون باش يكون واضح. هو اللي غنفصل عليه الجهة ديال الخلف. عادي نحطه الجهة الامام هاد البطرون ديال الامام هو اللي هنفصله به الخلف اولى الظهر. بالنسبة القيمة اللي هاد نزيدوها فين غادي نزيدو غادي نزيدو في اسفل السيروال وغادي نزيدو في الركبة. شحل غادي نزيدو سبعه معايا. سوف هادي نحط البطرون ديالي بها تشكل هادا ونبدأ آآ في الاضافة شحل غادي نضيف. انا هنيا حتى صغير مسترام ممكنتو ما تثبتو بالتبابيس. وغادي نجي لخط الركبة ونخرج هنا بي 2 سنتيم خط الركبة. يعني مجوز الجهات كنخرجوه هنيا بي 2 سنتيم. مجوز الجهات ثانية كدليك نفس طريقة. من نسبة الاسفل الموضيل غادي نخرجوه بواحد سنتيم. كذلك بالنسبة للجهات الثانية. سوف يمبعدها ربط هاد النقطة ديال واحد سنتيم مع اي 2 سنتيم ديال خط الركبة. هنا زدت واحد سنتيم لي خرجت بيها. وكذلك بالنسبة للجهات الثانية كذلك في نفس آآ في الخط ديال الركبة خرجت بي 2 سنتيم هنا يا. ونفس الطريقة بنسبة للجهات الثانية. ونمشي ودابة للحردة السيروال او للافوخش ديال السيروال. نخرج بنفس القيمة هي اللي كنخرجو بيها. مازال عندي موضيل اخر ان شاء الله وبقي عندي توب اخر. آآ نطبقوا لكم هاد يكون واضح اللون دياله. صاف هنا يا تبت آآ الباطن ديالنا. وغاد ينزيدو دابا. فين غاد ينزيدو غاد ينزيدو في الركبة. بالنسبة لكم ممكن تبتو بالدابة بس انا بنسبة لحت اصغر هاد متلات. قد نجي لخط الركبة وكنخرج ب 2 سنتيم. بالنسبة لاتنان سنتيم لو بغادتو اسفل السيروال يجي شوية اعريض. فممكن تنزلو من خط الركبة باتنان سنتيم حتى الاسفل السيروال. النقطة اللي ما كنضيفوش فيها قيمة ديالخياطة هي الحوض. بالنسبة للحوض بدون اضافة خياطة. يبقى كما هو. بالنقلع بنسبة للامام ولا الخلف نفس الطريقة. هنا كيف لاحظتوا معي. السحب برا المكان ديال سحب طويتو. سوف يكن الرسم بهذا الشكل هادا كنمشي بالرسم ديالي. اما بالنسبة لهذا الجزء هادا فضروري كنطلعو 3 سنتيم اذا كان شخص عادي اه او مثلا الاطفال 3 سنتيم احتهما وبالنسبة للشخص اللي كيكون زيد الوزن ديالو. افضل اننا نخرجو كنطلعو في الخلف بمن 4 سنتيم حتى الخمسة صوتي. اللي كنطلعو في الخلف. كنربطوها مع الجنب ديال السيروال. صافي هنا يا كيف لاحظتوا معي. ارصمت الخلف. انا ما حاولت اني ما نضغطش لانه اللون ابيض كيبان في هذا الرسم ما كيبغش يتعيد كيبقى لنا يعني هذا الرسم. صافي بعد ما حصلنا على الامام والخلف ده بغضي ندوزل واحد النقطة مهمة. اول حاجة كنديروها واحدة كنحسبو. اه الداخل ديال السيروال يعني الجهة ديال الامام هي الاولى. اه ضروري كتكون عنا جهة اكبر من جهات ثانية. يعني الجهة الامام كتكون اقل من الجهة الخلف كنحسبو الجهة ديال الامام. وغالبا ما كتكون الخلف كيكون زيد واحد سنتيم تقريبا او واحد فاطلة خمسة. ضروري كن عنا نفس القيمة. صافي ما بعد ما حسبت الامام كان نحط نفس القيمة على الخلف هنا تقريبا خرجت لي واحد سنتيم لزيدة. هاد واحد سنتيم هادين نقصبش ميكونش عندي تفاوت في السيروال او الديكالاش. اقطع هاد الزائد هادا بها الطريقة. صافي هادين قطع ده بعد زيادة وندوزو نفصلو الجيب ديال السيروال. هنا عاد يمشي طول ديال السيروال يعني طول ديال التوب عفوا يعني من الجهة ديال الطول بها الطريقة. او ممكن انا بنسبة لي هاد فيديو ضروري نحط لكم الموديل كامل يعني بنسبة للسيروال. بنسبة لكم انتو ما لا تفصلو اه مرة واحدة عايبقوا لكم هادو كل يعني من البواقي تفصلو الجيب حتى الاخر. صافي بعد ما حددت طول العرض ديال الجيب وكذلك الطول هنا يا ثلاثين سنتيم. حسب الرابع ممكن اقل او اكتر. بعد ما حددت غدين قطع هنا ايا بنسبة لحفة ديال اللي توب ره ما محسوبهاش ما كنحسبهاش في الطول ولا في العرض ديال الجيب. هنا نستمر بتقطع ديال الجيب وكنجيبو الجي هاد الامام لحطوها فوق هاد القطع هادي. لاحظوا معايا. بنسبة للجيب عندي اربع قطع يعني اربع ديال القطعات. بنسبة لكم انتو ما اللي رسمتو على التوب ما تحتاجوش باترون. وبنسبة للعرض ديال الجيب القيمة دياله كتحسبو العرض ديال يد زائد قيمة ديال الخياطة. بنسبة للكبر ولا الصغر. هادي قاعدة يعني بش عارفو القيمة ديال الجيب لكل شخص شحل مثلا الجيب. ونختصر لكم وحطت لكم هاد القيمة هادي اللي شفتوا معي. ستة عشر. من نسبة اخواتي الجيب عندي هنا ايه اربع قطع عندي. اه جيب وطبطين دياله. هادي نحتفظ بالتبطين. ونقطع الجيب. نجيب الجيه هادي الام نحطه فوق هاد القطع هادي بها الطريقة. ونقطع مرة واحدة يعني الامة مع الجيب مرة واحدة نقطعه. انتو ما اللي رسمتو مباشرة على التوب ما يكونش عندكم مشكلة. ما يكونش لما بلا ما تحتاجو باترون هادي تقطعو دياليكت. طف هنا يا غادي نجيب باترون نحدد هاداك القيمة اللي اختارت في الاول ديال الجيب. صافي ونقطع الزائد ها رسم الخط ديالي ديال الجيب ونقطعه الزوائد هادو. وبحل اللي اذكرت لكم الجيب حسب الرغبة ممكن يكون كبير او صغر. صافي هنا يا حيث الزائد هادا. فضلا وليس امرا اخواتي ما تنسوش لايك. وبارتاج مع الناس اللي كتعرفوهم. والهنا وصلنا النهاية ديال الفيديو ديالنات سنة وتتم ديال الفيديو. بنسبة للحزام وكذلك الخياطة ان شاء الله. بصحة وراحة. انتمنا ان شاء الله اشتركوا في الفيديو. بصحة وراحة والسلام عليكم. اشتركوا في القناة